تعرض طفل يدعى ديباك ويبلغ من العمر ثماني سنوات في الهند الى هجوم من ثعبان ضخم كبرى في قرية بندار باد النائية في منطقة شتيسجره بوسط البلاد كان الطفل يلعب في الفناء الخلفي من منزله وفجأة التفت الكبرى حول يده وغرزت انيابها الحد في جلده وبرغم الالم القاسي وذلك وفقا لما ذكره موقع نوندينكس براس اثار الامر غضبه وقام ديباك يعضي الكبرى بقوة مرتين متتاليين حتى افلت الثعبان يده ومن ثم نقلته عائلته سريعا الى مركز صحي قريب وتم اسعافه وتلقى مد مضد لسم الافاعي مع بقائه تحت الرعاية الصحية لدى الاطباء وتعتبر قصة نجاته من الكبرى يشبه المعجزة حيث وصف خبير افاعبين قيصر حسين ان الطفل تعرض الى عض جفة وتسمى بهذا الاسم لتشير بان الافعى لم تتمكن من اخراج اي سم في جسم الطفل الى هنا تنتهي معلومة اليوم نلتقي في الحلقة القادمة باذن الله دمتم في امان الله وحفظ